السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي ما وعدناكم نحن نشغل أجهزة كتير جدا ونقدر نستفيد من توصيل الطاقة الشمسية مباشرة على بعض الأجهزة أنا هنا بحاول بقدر المستطاع أني أستفيد من الشمس ووصل المحرك الصغير اللي قدامنا اللي شوفناه قبل كده وركبنا عليه جلبة الخلاط وعملنا كمان الأكس الصغير ده في المخرطة وقدرنا نثبت عليه المصمار اللي عليه السن ده أنا أطعم من مبينة خلاط قديم عندي كان في الخردة وركبت عليه الجلبة اللي قدامنا لازم نراعي أن اللف بتاع الخلاط يكون عكس الرباط بتاع الجلبة زي ما أنا بعمل كده ولازم الأكس يلف الاتجاه اللي أنا بلفه ده علشان لما يلف معايا يقدر يشتغل كخلاط ممتاز وكمان الجلبة دي ما تفكش منك وانت شغل دي توضيح مهم لكل إخواتنا المشاهدين أنا بوعدك الفيديو القادم بحاجة يعني في غاية الروعة والجمال هنقدر نشغلها على الطاقة الشمسية ويبقى وفرنا على نفسنا حاجات كتيرة جدا وده بناء على طلب إخواتنا المتابعين هنا أنا لازم ألف الاتجاه وهو المطلوب هبدأ أركب بقى وأعمل خلاط وأشتغل كخلاط من الشمس مباشرة بدون الحاجة للبطارية بدون الحاجة لكهرباء المنزل نهائيا بالرغم أن أنا قاعد قدام الخلاط الشمسية وشغل على المحرك الصغير وهبدأ أوصل الكهرباء في الخلاط الشمسية مباشرة ونشغل علشان تبقى عارف إزاي تقدر تستفيد من الطاقة الشمسية مباشرة بدون الحاجة للإنفيرتر بدون الحاجة لأي حاجة تاني زي البطارية أو أي موحدات أنا شغل مباشرة بسم الله ما شاء الله قوة رهيبة جدا أنا بقول لحضرتك قوة شديدة جدا في الخلاط الفيديو القادم أنا مش عايز أحرقه بقولك هيبقى مفاجأة لأن هعملك اختراع قيم للغاية هنشغله على الطاقة الشمسية مباشرة بس يا ريت تكتب في التعليقات إذا كنت مهتم بالطاقة الشمسية أم لا وكمان لو حابب مثل هذا الفيديوهات تكتب فيه التعليقات بتاعتنا علشان نقدر نقدم لك المحتوى المطلوب دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته